محمد مونير ليه اغنية اسمها بالحظ وبالصدف قلبك ناشن حدف حاجة كده يعني وفي مطرب شعبي مصري ليه اغنية اسمها قاله ولقبت يا ظهر ناس كتير الحقيقة بتستنى الحظ ضربة الحظ والحقيقة كان فيه زمان حاجة اسمها اللوترية فكان فيه ناس تشتري اللوترية دي على امل ان يجي الرقم بتاعه يكسب بالحظ وفي احد افلام نجيب الرحان يكسب بالحظ كانوا بيشتروا اللوترية دي وكسب رقم بالحظ غالبا ابو حلموس وبقى غني وهاكذا فيه ناس بتستنى الحظ وفيه ناس بتصنع بتصنع الحظ الحظ عند المتدينين ما اسموش حظ اسمه التوفيق من عند ربنا ربنا يديك حتة كده تتوافق فيها او لا ممكن تكتهد كتير بس ما عندكش توفيق يعني ربنا ما بعتلكش التوفيق لم يوافقك الله لكن الحظ الحقيقة في التاريخ لقى بدور مع ناس كثيرة جدا في بعد الحرب العالمية التانية تم تقسيم المانيا الى اتنين المانيا المانيا الشرقية والمانيا الغربية والشرقية قالت لك مش عايزين حاجة من الغرب بدور خالص وتقسمت معاهم العائلات بقت في عائلات نصها في الغرب وعائلات نصها في الشرق واتحكم عليهم انه هما ما يروحوش حتة الكلام ده كان سنة 1961 وبدأت الشركات في ألمانيا الشرقية تعمل بقى الصور الفضيع اللي بيقسم برلين الى جزئين وفي الصور ده الحقيقة ما كانش مجرد صور عادي كان صور محاط في مساحة كده قدامه بالأسلاك الشائكة عشان ما حادش فكر انه يخترقه وبالأبراج المراغبة وايضا بالكاميرات ببص كل حاجة واللي كان يعدي الصور او يحاول يقرب من الصور كان يتضرب بالنار الصور ده كان مخطط لي انه هيفضل مدى الظهر ابدا الظهر هو الفاصل ما بين برلين او ألمانيا الشرقية كانت تسمى ألمانيا الشرقية او ألمانيا الغربية او ألمانيا الاتحادية و ألمانيا الغربية مع انهم أسر وحدة يعني هم عائلات وحدة يعني ابن عم ده بقى أخوه في النحية التانية خلاص حكم علينا ما يشوفوش طول العمر وكذا الحقيقة انه كان في محاولات كتير من الألمان الشرقيين انهم يعدوا النحية التانية والمحاولات دي أغلبها هتعمل أفلام سينما عشرات المئات من المحاولات إن الناس تعدي الناحية التانية طبعا ألمانيا الغربية كانت بتتقدم والناس كانت عايشة فيها كويس وألمانيا الشرقية كانت تحت حكم زي السيسي كده حيث نشرت الأخبار واحدة حيث الحاكم اللي بيحكم بيش بيجي بالانتخاب بيجي بالاختيار ما هو ما فيش انتخاب انتخاب إيه؟ هو اختيار وهو الحزب المسيطر على الحياة كلها الجرية كلها حاجة واحدة الإزاعات حاجة واحدة التلفزيون حاجة واحدة إنما التانيين كانوا عايشين بقى حاجة جمدة جدا يعني وكان محرج عليه حد يقرب من الصور ده وزي ما قلت حدثك الصور اتبنى في أغسطس 1961 يعني ما أخطقتش التاريخ في أغسطس يعني لكن 1961 على أي حال في التاريخ ده كانت فيها عديد من المحاولات اللي نجح حاجات منها بسيطة وحاجات كتانية فشلت كتيرة جدا جدا لكن كان يفضل الأمل يعني نجحت محاولة بنتين إنهم يستخبوا في موتور عربية ويعدوا ويتعمل ده فيلم سينما المحاولة دي كانت ساعة 61 نجح واحد شاب خطف طيارة وطار بالطيارة عشان يعدي الصور الطيارة اتضربت قبل الصور ووقعت كمل ماشي نجا بأعجوبة ويتعمل فيلم لكن في العديد من المحاولات الفشلة زي محاولة ولد بنا أو بناي يعني بيبني بيوت حاب يغرب الأسلاك الشائكة قطعت لحمه وفضل المصورين يصوروه بقى هو بيحاول لحد ما لفظ أنفاسه الأخيرة محاولات كتير جدا وعدت أيام وراحت أيام وجات أيام لحد في يوم في شهر 11 سنة 1989 أو قبل شهر 11 1989 كان فيه واحد الناتق الرسمي باسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي زي حزب مستقبل وطن عندنا كده أو الحزب الوطني سابقا وبيسأله مؤرسل أمريكي بيقول له يعني إمتى بقى هتفكوا الحكاية والناس تعرف تشوف العائلات قال له يعني إيه دونا وقت وإحنا هنصلح والدنيا هتصلح فخرجت مظهرات خمسين ألف بس في الأسابيع اللي بعد كده بقت بمية وخمسين ألف واحد خرجوا افتحوا لنا الشبابي افتحوا لنا الأصوار افتحوا البوابات المية وخمسين ألف دول بعد كده بقوا بقوا حوالي نص مليون وبعمقوا مليون فينزل شباب بقى حزب مستقبل وطن بتوع ألماني الاتحادية نزلوا قالوا إحنا الحزب ردوا عليهم الملايين التانية قالت لهم وإحنا الشعب وندى الملايين اللي نزلت الشارع دي قالت بصوت واحد كده السلطة للشعب في الشارع السلطة أصبحت في الشارع مش في حتة تانية بدأت الدنيا تفك شوية شوية لحد ما في شهر 11 سنة 89 بالليل الساعة 6 وربع على شاشات التلفاز الرجل الناطق الرسمي بيقدم بقى تقرير عن عظمة الحزب وعظمة الجنة اللي احنا عايشين فيها في ألمانيا الاتحادية حاجة جمدة جدا طبعا كلام فارغ كله كيسبيا لحد ما سألوا المراسل الأمريكي قالوا إمتى بقى هتعدوا الناس من البوابات فقالوا والله اللي عايز يعدي يعدي احنا ما عندناش أي مانع خالص اللي عايز يعدي عايز يقضي يوم هناك ولا حاجة أو نص يوم أو للأبد ما عندناش بشكل وهنا بقى بدأت الأسئلة تنزل على الراجل ده انت بتتكلم جد الراجل يظهر ان هو حاب يعمل نفسه دبلوماسي فقدرك ان هو عك أو قال حاجة ما كانش ينفع تتقال حاول يصلحها قب قب كان الشارع نزل نزلوا آلاف الشوارع افتحونا البوابات الشرطة اللي وقفة على الأسوار على سور برلين يعني منعت الناس وكل حاجة شو عمين حاجة هو فيه أوامر جد بان احنا نفتح البوابات الشرطة تلخمت بدأوا الشباب يتسلقوا الصور مع ان الصور ده حاولوا يهدوا بالعربيات يهدوا بالعربيات ما لا فيش فايدة لكن في الليلة دي الساعة ستة وربع الراجل قال التصريح ده الساعة سبعة وحاجات بدأت الناس تتوافد على الصور الساعة تسعة وحاجات بدأت الناس تتسلقوا الصور الشرطة ما كانتش فهمة هو ايه اللي بيحصل يعني ايه اللي حصل هو فيه أوامر تب نسيب الصور تب نفتح لهم البوابات لحد ما الناس تكسرت على الصور الصور اللي شهد عشرات الحالات من اللي ماتوا على الصور ده بيحاولوا يتسلقوا الصور اللي تكتب عليه كلام كتير عن الحرية الصور اللي حاول يهدوا الألمان الناحية التانية بالعربيات وفشلوا الصور الحقيقة اللي شهد مأساة ان اوروبا تتقسل نصين إنما في اليوم ده وفي الليلة دي بدأوا الناس تعلق 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 فبقى اللي يعدي الناحية التانية لألمانيا الغربية يرشوا بالشامبانيا زي بتقع الفارملا كده سباق العربيات يعني نجح لحد ما فجأة الجماعة ما فيموش الزباط هو فيه أوامر نفتح الصور فتحوا أول بوابة ثم توالت البوابات ثم فتح الصور العشرات من الملايين دول هدوا صور برلين هدوا الصور بعد حوالي يمكن معرفش من سنة واحد وستين لسنة الف تسعمائة وتمانين كم سنة نحسبها انت بقى انا ما عنديش الحزبة دي في دماغي الحز بس ممكن يخدمك في حاجة صغيرة قوي لكن انت عليك الباقي الحز أو التوفيق بلغة المتدينين أو بلغات نحن برضو انه فيش حاجة اسمها حز التوفيق الاسرار العزيمة انك تعمل انك تطلع انك تنجح انك تكمل انما الحز دي كلمة سخيفة جدا التوفيق بيديك اول خطر كانوا زمان الشعرة يقولوا انه آلهة الأوليمب بتدي للشاعر اول قصيدة وهو يكمل الباقي اه يعني مقولة كده بتاعتهم يعني التوفيق بتاع ربنا ممكن يخليك تتوافق في حتة لكن ربنا مش هيخليك تعمل كل حاجة مش تعمل كل حاجة التوفيق بس في البداية لكن بعد كده الاسرار انك تكمل انك تهد الصور ده انك تطلع وانه صور يفضل كل السنوات دي صور قاتل محشود بقال عشرات الأبراج كان ممكن على فكرة عسكري ألماني من ألمانيا الشرقية يضرب طلقة على أول شاب بطلع على الصور كان ممكن التاريخ يتغير كان ممكن كل دول يخافوا ويرجعوا لكن العسكري نفسه كانش فاهم هنا التوفيق بس ان العساكر الشرطة اللي كانوا بين المئات وقفين على الصور وحتى ان وزير الداخلية بتاعت ألمانيا الشرقية قد تنبيهات بمنع الأجازات وان الصور ده يتلغم يعني كان فيه تحفيز الصدسة بس او توفيق ربنا للجماعة دول ان العساكر ما كانتش فاهم وفيه أمر بان احنا نفتح البوابات لمدة ساعة ساعتين اتلخمه كان عشرات الملايين بيفتحوا البوابات وبيعدوا النحية التانية وبيسقط الجدار اللي بناشي يعين الأغبية عشان يفصل ما بين الأسر وبعضها التوفيق بس في ان العساكر ما فهمتش تمانية وعشرين سنة تقريبا بيقولوا لي تمانية وعشرين سنة ووصور كان مصمم انه يفضل مئة سنة عشرات المحاولات فشلت وفشلت فشل زريع لكن في اللحظة دي تقفيرا بنا ان العساكر كأن على رؤوسهم الطير ما فهموش حاجة هو نفتح ولا ايه تم ما الراجل قال اللي عايز يمشي يمشي هل ده تصريح بان احنا نفتح اللحظة دي بس الباقي بقى كان على بقية أهل برلين انهم يخرجوا ويقفوا على الصور ويهدوا ويعدوا الناحية التانية ترجمة نانسي قنقر